اشتركوا في القناة واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى أهله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم بعد ففي هذا اليوم الثلاثة فجراً الحادي والعشرين من الشهر الرابع من عام أربعة وأربعين وأربعمائة والف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية استأنفوا الدروس العلمية في تفسير القرآن العظيم وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلين الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعلمنا ما ينفعنا بهذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال المصنف رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه ويبين غايتها وغاية أهلها بأنها لعب وله تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوى بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي وقوله وزينة أي تزين في اللباس والطعام والشراب والشراب والمراكب والدور والقصور والجاه وغير ذلك وتفاخر بينكم أي كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر وأن يكون هو الغالب في أمورها والذي له الشهرة في أحوالها وتكاثر في الأموال والأولاد أي كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد وهذا مصداقه وقوعه من محب الدنيا والمطمئنين إليها بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا فنافس فيما يقربه إلى الله واتخذ الوسائل التي توصله إلى الله وإذا رأى من يكاثره وينافسه بالأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأعجب نباته الكفار الذين قصروا هممهم ونظرهم إلى الدنيا جاءها من أمر الله ما أتلفها فهاجت ويبست فعادت على حالها الأولى كأنه لم ينبت فيها خضراء ولا رؤية لها مرءا أنيق كذلك الدنيا بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة مهما أراد من مطالبها حصل ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة إذ أصابها القدر فيما أذهبها من يده وأزال تسلطه عليها أو ذهب به عنها فرحل منها صفر اليدين لم يتزود منها سوى الكفن فتبا لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه وأما العمل الآخرة فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد ولهذا قال تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان أي حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه فتجرأ على معاصي الله وكذب بآيات الله وكفر بأنعم الله وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات ورضوان من الله يحل من أحله به دار الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ولهذا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي إلا متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات لا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور أحسن بارك الله بك هذه الآية هي الآية العشرون من سورة الحديد وسنتناول في هذا الدرس بإذن الله مناسبة هذه الآية لما قبلها وألفاظ ومفردات الآية وتفسيرها وأيضاً معناها الإجمالي وما فيها من قراءات وهدايات وأحكام ومواعظ لا يستغني عنها المسلح أولاً مناسبة الآية لما قبلها الآيات دائماً تأتي متناسقة يكون ما بعدها مناسب أو مناسباً لما قبلها ترى هذا علم علم اسمه تناسب الآيات والسور علم من علوم القرآن من أجلها يجعل قارئ القرآن وطالب علم التفسير يكون عنده تصور تام للمعنى الإجمالي للآيات وتفسيرها بل قد ألف فيه العلماء رحمهم الله ومنهم البقاع في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ومنهم السيوطي جلال الدين السيوطي رحمه الله صاحب الدر المنثور وصاحب الإتقان في علوم القرآن ألف كتاباً عنوانه تناسق الدرر في تناسب السور فيرجع إليها طلاب العلم ليعنوا بهذا الموضوع من موضوعات علوم القرآن هذه الأحياء لما ذكر حال المؤمنين لما ذكر الأمر بالصدقة إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحي اعلموا كيف الترابط تناسب هذه الدنيا التي أنتم فيها لا تستحق منكم كل هذا الاهتمام فتصدقوا واعبدوا الله عز وجل وانظروا إلى حال المؤمنين في الآخرة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم لماذا؟ لأنهم استثمروا الدنيا في العبادة وفي الطاعة وفيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى فلما ذكر حال المؤمنين وحثهم على ترك الغفلة وذكر ثواب الصدقة والغالب إن الذي لا يتصدق أن الدنيا عنده عزيزة وغالية والدنيا ثانية وماضية ليس له في هذه الدنيا إلا ما استودعه فيها من الأعمال الصالحة فناسب أن يذكر هنا ما يتعلق بالدنيا وحقيقتها وزخرفها وأنها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد خمس صفات من صفات الدنيا الواحد منها جدير بألا تأخذ اهتمامه بل يستثمرها في الطاعة وليس معنى هذا في نظرة الإسلام للدنيا أن الإنسان لا يتزود منها فيجمع بين الدين والدنيا والآخرة نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح وكان من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وآخرين كان منهم أغنياء فكانوا يستثمرون ما أغناهم الله بأعمال الخير والبر والصدقة والإحسان فإذا هذه النظرة التي ينبغي أن يعرفها المسلم ليس دم الدنيا معنى أننا نعيش في الكهوف ونعود مثلا إلى أن نركب الجمال ونحوها لا تتمتع بالدنيا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لكن حيث حان وقت الصلاة تذهب للمسجد الصلاة وما تغرك الدنيا عن العبادة ولا عن الطاعة ولا عن أعمال الخير والبر فتغريك وتلهيك وتجعلك تعيش حياة اللعب واللهو والزينة والتكاثر وليست هذه هي الحياة الحياة مقر ومستودع خلق فيه الإنسان لمدة ست سنة سبعين ثمانين أكثر أقل ما يشاء الله عز وجل ليعبد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلما ذكر ذلك ناسب أن يذكر حال الدنيا ومثل لها أيضا بمثل واقعي كل الناس تراه وسهل الأرض مجدبة ينزل الماء تخضر الأرض تنبت الزروع والثمار والزينة ثم ما تلبث أن تصفر وتنتهي كل هذا باللحظة تمكن شهر شهرين ثلاثة أربعة بالكثير فهذه حال الدنيا يعني بالذات في شهر الربيع وما قبله وما بعده قد يكون هناك مثلا مثل الأيام هذه أيام الوسم ونزول الغيث وبالمناسبة إن شاء الله يوم الخميس دعا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى إقامة صلاة الاستسقاء وهذا بنجده درس عملي يأتي إن شاء الله المطر ويأتي الغيث ويأتي الربيع ثم ما يلبث أن يزول ترى هذه حال الدنيا والذي يتأمل في حياته حياة أبائه وأجداده كيف كانوا وأنتم كنتم صغار ونحن كذلك وليوم الواحد في الشباب ثم الشيخوخة ثم الهرم فهذا مثال عظيم جدا يأخذ بالألباب في سرعة فناء الدنيا فما أحرى ذلك أن يكون درسا عمليا للإنسان فلا يغتر بالدنيا ويتقرب بما فيها وبمتاعها إلى الله عز وجل هذا ما يتعلق بمناسبة الآية لما ذكر الله عز وجل ما سبق من الآيات قال اعلموا 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 خطاب أمر لمن الخطاب هنا هل هو عام لجميع الناس أو يا أيها المكبون على الدنيا المغترون بها الذين ألهتكم عن العبادة والطاعة والصدقة والبر والإحسان تنبهوا الدنيا زائلة يجهزوا الوجهان إما أنه عام لجميع المخاطبين ودائما قاعدة تفسير المعروفة والأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبق اعلموا يعني أيقنوا أدركوا أنما الحياة الدنيا شف التأكيدات على مكانة الدنيا ومنزلتها الوضيعة التي ينبغي أن لا تأخذ من حياة الناس اعلموا دائما إذا قيل اعلم ترى ما وراءها علم يحتاج منك إلى تأمل وإلى وقف اعلموا وجاء بعد ذلك أنما أن والميم وكلها مؤكدات في بيان حقيقة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا ألا يكفي أن يقول اعلموا أنما الدنيا بلى يكفي لكن ذكر ذلك للتأكيد وما صلة أي اعلموا أن أمور وشؤون هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزين وهذا على الحقيقة وذكر بعضهم أنه على مجاز الملازمة واللزوم الحياة القربة في الدار الأولى فإن المقصود الحياة في هذه الدار فكل ما قبل الموت دنيا وما بعد الموت أخرى أو البرزخ وبعده الحياة الآخرة تبدأ من البرزخ ثم البعث والجمع والنشور ثم ذكر خمسة أوصف لعب حياة الدنيا لعب ما معنى لعب أي ما يلعب به الناس ولسيما الأطفال صور أن الطفل يلعب بلعبته أي كانت هذه هي حقيقة الدنيا طبعا لمن غفل وجعلها دار لعب وإلا من استثمرها في الطاعة والعبادة والتوحيد والسنة والعمل الصالح فهي عنده جد واجتهاد ورسالة لكن طبيعتها كما يلعب الطفل بلعبته ثم يرميها أو ينتهي منها لعب أي باطل تتعبون فيه أنفسكم اتعاب اللاعب بأي لعبة عاد بالألعاب الأطفال بالألعاب الإلكترونية اليوم بالألعاب مثلا الكرة بغيرها هي كما تنتهي المباراة ولا الشوت ولا اللعبة هذه هي الدنيا لعب وهذا فيه تأكيد على الإزراء بحال الدنيا مش العبرة باللعب بعد اللعب الفوز ليلعبون مثلا الكرة يبه هذا يفوز الفريق هذا ولا الفريق هذا كما أن الدنيا أيضا لعب فيها فيها مؤمنون سيفوزون في آخر اللعبة وفيه والعياذ بالله كفار أو عاصون سينالون جزاءهم بغفلتهم فإذا كانت الدنيا لعب هل تستحق مننا أن نعتني بها ونهتم لا شف أساليب القرآن وإعجازه وبيانه ومعانيه وبديعه وبلاغته تبارك الله من أنزل هذا القرآن العظيم واللعب في أصله فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جدا تلقى الطفل المسكين من يوم يطلع أو أو من يقوم ممكن كان يدرس ولا شيء بعدين اللعب هذه حال الطفل لفرط حركته ولهذا الوالد والوالدة الذين عندهم حس تربوي يعنون بتربية أولادهم يجعلون لللعب فترة اللي هي فقط متنفس أما أن يكون اللعب كل حياة الطفل فلا نعم لعب كما يتعب الطفل فيه نفسه ثم ينقض اللعب من غير فائدة كما هي الدنيا هذا معنى اللعب إذن كما يلعب الصبيان والله لعب وله الله ما يشغل الإنسان يلهي به نفسه من الملهيات وتشغل الإنسان عما يهمه من أعمال الآخرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالَّهُ فِي أَصْلِهِ فِعْلُ الشُبَّانِ إذن اللعب فعل الصبيان وَالَّهُ فِعْلُ الشُبَّانِ لأن الشاب تجيه فترة المراقة فتغريه الشهوات وزخارف الدنيا وغيرها وأيضا يمكن حتى الأموال والأولاد والمستقبل وإلى آخره مما يعيشه الشباب فضلا عن الذين يعيشون البطالة والعياذ بالله والفراغ وهي مفسدة للمر أي مفسدة وش بعد انقضاها إلا له ما بعده إلا الحسرة والحزن فالعاقل يرى المال ذاهبا والعمر ذاهب وهل اللهو واللعب بمعنى واحد أو بينهما فرق من المفسرين من ذكر أنهما بمعنى واحد قال مجاهد كل لعب كل لعب لهو ومنهم من فرق فقال اللعب ما رغب في الدنيا واللهو ما ألها عن الآخرة اللعب ما أغرى في الدنيا واللهو ما ألها عن الآخرة صفة الثالثة الزينة والزينة إذا قلنا اللعب فعل الصبيان وأن لهو فعل الشبان والزينة فعل النسوان النسوة النساء هن التي يهتم يهتم ناع أو تهتم كل واحدة منهن بالزينة وهذا داب الإنسان نسيما المرأة وليس معنى هذا أن المرأة الرجل لا يتجمل لا بل عكس يتجمل إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة المطلوب من الزينة هنا لا الزينة المغرية أو الزينة المخالفة للحقيقة مثل الزينة الأصباغ أو المكاييج مثلا للمرأة غير الجميلة فالزينة هنا تحسين القبيح وتكميل النقص وهذه الدنيا الدنيا فعلا زينة لكنها في حقيقتها خراب وليست زينة لمن لم يستثمرها في طاعة الله عز وجل تفاخر بينكم التفاخر فعلما تفاخر دأب الأقران التفاخر التنافس طبعا غير الشريف التفاخر بالأنساب بالأحساب بالأموال تتفاخرون في هذه الدنيا فيما بينكم فعلا هذا هو واقع الناس كتفاخر الأقران يفتخر بعضهم على بعض في النسب أو بالقوة أو بالقدرة أو بالعسكر وكلها ذاهبة كما كانت العرب تفتخر وهذا مذموم الفخر مذموم إذا كان على احتقار الآخرين أما إذا كان يثبت الإنسان ما وهبه الله من نعمة ولا يفخر ولا يطهى لكن حال الدنيا أن الفخر شائع فيها ومن تأمل حياة الناس وجد هذا بكثرة التفاخر دأب الأقراني والفخر هو المباهاه بالأشياء الخارجية عن الإنسان كنسبه وماله وجاهه وهذا كله تفاخر وقرأ الجمهور وتفاخر بينكم وقرأ بعضهم بالإضافة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وقرأة الجمهور وتفاخر بينكم ثم قال وتكاثر أما التكاثر فهو من صفة الدنيا لو يعطى الإنسان واديا من ذهب لتمنى وادييني ولي يملأ فاه للتراب ويتوب الله على من تاب تكاثر مغالبة الكثرة يعني مهما أوتي الإنسان فإنه يريد أكثر وانظر إلى أصحاب الأرصدة وأصحاب الأموال يعني يشيخ الإنسان وياهرب بل يجيه الزهايمر ويخرفه يجمع في هذه الدنيا والعياذ بالله وليتهم حينما جمعوها أنفقوها في أعمال البر وأعمال الخير والإحسان يعني الإنسان سيسأل عماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وليس معنى هذا أننا نترك الوظائف ونترك التجارة ونترك الأعمال لا لكن النية نستصحب النية إذا الإنسان فتح له في أبواب الرزق فكما فتح على أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المهم أن لا يباهي ولا يفاخر ولا ينشغل بالتكاثر عن الطاعة ولا يتطاول على الفقراء والمساكين فإن أهل الجاهلية كانوا يتكاثرون بأموالهم وأولادهم ويتطاولون بذلك على الضعفة والفقراء والمساكين والتكاثر دائب الدهقان منهم الدهقان التجار التجار دهاقنة المال هم التجار وكذلك الوجهة والأعيان إذن الحياة الدنيا فيها هذه الخمسة أوصار اللعب والزينة اللعب والله والزينة والتفاخر والتكاثر والمذموم فيها كما قلنا أنها تصرف في سبيل الشيطان ومتابعة الهوع ولا تصرف لطاعة الله عز وجل وعبادته ونفع عباده والمعنى اعلموا أن شغل البال بالحياة الدنيا دائر بين هذه الأمور الخمسة الدنيا لعب كلعب الصبيع ولهو كلهو الشبان وزينة كزينة النسوان وتفاخر كتفاخر الأقران وتكاثر كتكاثر الدهقان قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء مطعوم ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح فأكبر طعامها العسل وهو ريقة ذبابة النحلة وأكبر شرابها الماء ويستوي فيه جميع المخلوقات الحيوان يشرب والإنسان يشرب بل حتى الجماد الحين البناء يسقى والملبوس أكبر ملبوس هو الديباج وهو نسيج دودة وأكبر المشموم المسك وهو دم الضبية وأكبر المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال وأكبر المنكوح النساء وهو مبال في مبال هذه وصية علي بن أبي طالب وهو ممن أوتي الحكمة رضي الله عنه وأرضه وفي الحديث مالي وللد دنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وتركها إذن عرفنا الآن حقيقة الدنيا وليس معنى هذا كما قلت تركها بل استثمارها وتنمية فيما يقرب إلى الله عز وجل ثم المثل وتكاثر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد في الأموال والأولاد كل النبي أيضا يكثر الأولاد والمسؤولية أيضا في تربية الأولاد وليس مجرد كثرتهم ذكر المثل كمثل غيث الكاف هنا للتشبيه أي كمثل مطر أعجب الكفار والكفار هنا هم الزراع في الحرث لأنه يكفر الأرض يحرثها ويستر البذر فسمي الزراع كثارا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي ومثله الكفر كفر كذا وكفر كذا في بعض البلدان سمى كفرا وهي اللي تسمى البلاد ولا مزرعه ولا نعم أعجب الكفار نباته أي النبات الحاصل بذلك المطر وهنا منصوب على الحالية أعجب الكفار نباته أيضا لعب ولهو وزينة والغيث هو المطر المحتاج إليه لأن الغيث يأتي بالمعنى الإيجابي اللهم أغيثنا صلاة الاستغاذة صلاة الاستسقاع لكن المطر قد يأتي عذابا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين كمثل غيث ولهذا عبر بالغيث ثم إن الغيث قد يكون أقل من المطر المطر الذي يأتي منهمر وأما الغيث فهو الغالب الذي ينزل هتانا وهو نوع من أنواع الغيث يغيث الناس من الجذب عند قلة المياه فهو مخصوص بالمطر النافع الغيث المطر النافع وأما المطر فقد يكون نافعا وقد يكون ضارا قد يكون عذابا أو بلاء أو هدما أو غرقا أو فيضانات والعياذ بالله المراد بالكفار هنا الزراع الحراث لأنه من ستر البذرة في الأرض وقيل المراد بهم الكافرون بالله لأنهم ستروا أعمالهم الصالحة ولم يعملوا أصلا فهم كانوا أشد إعجابا بزينة الدنيا من مجرد المزارع والذي يظهر أن السياق أقرب إلى أن يكون الكفار بالمعنى اللغوي والله تعالى أعلم قال ثم يهيج يهيج يعني يجف ييبس يصفر الهيجان هيجان النبات إصفراره بخلاف حيجان الإنسان والدابة إذا هاجت معناها صالت وجالت ثم يهيج إما بآفة سماوية أو أرضية فتراه أي ترى النبات بعد أن رأيته ناظرا مصفرا أي متغيرا عما كان عليه من الخضرة والرونق إلى لون الصفرة والذبول وهذا شأن الدنيا وفي قراءة ثم يهيج فتراه مصفرا مصفرا ثم يكون حطاما أي فتاة هشيما متكسرا متحطما بعد يبسه وهذا مثل الحياة الدنيا فلا يغتر بها الإنسان وقد ذكر الله عز وجل أحوالها في هذه السورة سورة الحديث وفي سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء وفي سورة يونس الآية الرابعة والعشرون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء الآيات ولهذا فيجب على الإنسان أن يعمر الدنيا بطاعة الله عز وجل بعد هذه الدنيا الآخرة يعني غيث نزل من السماء اخضرت الأرض شهر شهرين اصفرت ثم أصبحت هشيما وحطاما فلا عبرة فيها العبرة هو في الآخرة في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان حالتان حالة العذاب للكفار والعصاه وحالة الرضوان للمؤمنين ولماذا قدم العذاب وفي الآخرة عذاب شديد ورضوان للفت النظر على خطورة العذاب في الآخرة وأن الاستعداد لترك العذاب أولى من طلب الرضوان والمغفرة وكلاهما أمر متطلب للمسلم ترك العذاب وحصول الرضوان وفي الآخرة عذاب شديد لمن أقبل عليها ولم يطلب بها الآخرة ذكر العذاب وقدمه لأنه عامة حال أهل الدنيا إقبال عليها وترك للآخرة فناسب أن يبدأ بالعذاب من باب الترهيب ومغفرة من الله ورضوان مغفرة عظيمة من الله سبحانه ورضوان كثير منه سبحانه لا يقدره إلا الله عز وجل والدنيا والآخرة ليست مقصودتين لأهل الله وإنما الدنيا وسيلة إلى الآخرة والآخرة إما عذاب وإما رضوان فينبغي للمسلم أن يقدم لنفسه من الأعمال الصالحة كما يقدم لرجله معرفة خطواتها قدم لرجلك قبل الخطو موضعها فمن على زلقا عن غرة زلاجا جاء فكما تقدم حسا قدم معنى بدل ما تنتبه لخطوك فيما يتأثر فيه قدمك قدم لآخرتك التي فيها حياتك كلها وجسدك وروحك وعقلك إلى آخر ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروه أي إلا كالمتاع الذي يغتر به الإنسان وينخدع به الغير مثل الزجاج سريعا ما ينكسر والخزف سريعا ما يفنى وإذا أرد الإنسان أن ينتفع به إن كسر وفني وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والمعنى متاع ثان زائل خادع مركن إليه واغتر به وأعجبه حتى اعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها فينبغي أن تشغلنا الآخرة عن الدنيا وإذا شغلنا في الدنيا فلنجعلها قنطرة إلى الآخرة وهذا باختصار منهج المسلم ونظرته إلى الدنيا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق وأن نعمر دنيانا بآخرتنا بما يقربنا إلى الله عز وجل وحصول رضوانه وجنته والسلامة من عذابه هداية الآيات والتحذير من الاغترار بالدنيا التحذير من الاغترار بالدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وأنها مثال في حقارتها كمثل الغيث الذي أنبت الأرض ثم يبست هذه الأرض وذهبت هذه النظرة وأصبحت هشيما ثم حطاما الدعوة إلى العمل للآخرة واستثمار الدنيا فيما يقرب إلى الله عز وجل النظرة الاعتدالية والوسطية للدنيا الناس في الدنيا ثلاثة يعني نظرتهم للدنيا إما واحد خلاص بطر بطر في هذه الدنيا وألهته عن الطاعة والعياذ بالله وهذا شأن الكفار ومن سار على منهجهم في النظرة إلى الدنيا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام لكن النتيجة والنار مثوى لهم والنوع الثاني العكس ترك الدنيا وأصبح يمكن على غيره ترك الدنيا تماما يعني لا يبيت ولا زواج ولا وظيفة ولا عمل وهذه المشكلة أنه قد ينظر إلى هذا تعبدا وهذا ليس بصحيح والمنهج الوسط أنك تجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك تجعل الآخرة في قلبك وتجعل الدنيا في يدك تستثمرها في طاعة الله عز وجل نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم وفق أبناءنا في اختباراتهم وأنجحهم في مقاصدهم ومرادهم يا ذا الجلال والإكرام وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا ونحث الجميع على حضور صلاة الاستسقى والتهيء لها بالتوبة والاستغفار والندم على ما يفعله الإنسان من المعاصي وأيضا الاكثار من الصدقة وأعمال البر والخير والإحسان نسأل الله أن يغيث البلاد والعباد وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته